أهلا بحضراتكم مرة تانية هنبتدي بملف النادي الأهلي وجزئية مهمة جدا النهاردة النادي أعلن بالشكل الرسمي أن يوم السبت الجاي هيكون مؤتمر صحفي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المنبران نهائية لدوري أبطال أفريق والتي أقيمت مساء الاثنين الماضي بالمجر ووجه النادي الدعوة لكافة وسائل الإعلام المصرية وغيرها لحضور المؤتمر مؤتمر صحفي هيكون الساعة 12 الظهر يوم السبت الجاي بإذن الله وأكيد هيكون مؤتمر غاية في الأهمية غاية في الأهمية وأنا بصراحة عجبني قوي استمرار النادي الأهلي في الدفاع عن حقوق حتى لو المبراءة خلست والنتيجة تحسمت وكل هذه الأمور لكنك تستمر في الدفاع عن حقوقك ده شيء لابد منه ولازم لازم أن النادي يستمر فيه والتوجه هو واضح جدا مجلس إدارة النادي الأهلي في الاتجاه ده تحديدا كمان طبيعي جدا أنك تكشف لكل الناس الشفافية بقى وكل التفاصيل تطلحها للرأي العام تقول لهم يا جماعة إحنا أخذنا خطوات كذا 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 لو كانت رد علينا مثلا من تحاد الأفريكي في الردودة هي طب الوضع إيه؟ ما قبل المباراة وما بعد المباراة وإيه آخر التطورات وإيه الخطوات اللي ممكن تتاخد كل التفاصيل اللي احنا عرفها من خلال كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي يوم السبت اللي جاي وطبعا احنا عارفين كل اللي حصل الفترة اللي فاتت لكن في كواليس ممكن ما تكونش ظهرة للرأي العام في كواليس ممكن الناس ما تبقاش عارفاها هتعرفها بشكل أكبر توضيح كل الحقائق والكشف عن كل ما دار بخصوص تحرقات النادي الأهلي ما قبل المباراة وما بعد المباراة فبالتالي يعني حننتظر هذا المؤتمر وأكيد حيبا فيه تركب مش بس من الإعلام المصري لإعلام الأفريكي بشكل عام وبال كمان ممكن الإعلام العالمي إلا إن الموضوع كان يعني مواضح ودوح الشمس التوجه اللي كان من قبل اتحاد الأفريكي لكرة القدم والتحيز تجاه نادي بعينه وإنك تدي النادي ده حق إنه ينظم المباراة حتى لما نظم المباراة قلنا 50-50 عدد الجماهير لقينا نادي الوداد جماهيره أكتر بكتير وبالنسبة اللي هم هنا مش على نادي الوداد اللي هم هنا على التحاد الأفريكي ودي جزئية مهمة وأنا أعتقد في اعتقاد الشخص يعني الكابت المحمود الخطيب هيأكد عليها في المؤتمر الصحفي يوم السبت إن إحنا ما عندناش أي خلاف مع الوداد ما عندناش أي خلاف مع جماهير الوداد والشعب المغربي ولا أي حاجة خلاف النادي الأهلي مع الاتحاد الأفريكي وآلية اتخاذ قراراته لأن الجزئية ده مهمة جدا وموعد إعلانه عن الملعب المستضيف في المباراة النهائية أثار الشكوك طبعا خلا الناس كلها تتوقع مش تتوقع تتأكد إن فيه نية ما عند الاتحاد الأفريكي فيه يعني إيه توجيه اللقط لنادي بعين كل الدلائل بتقول كده لا سمعنا عن تصويت في الاتحاد الأفريكي بخصوص السنغال يعني الخلاشية بتاع السنغال وإن هي انسحبت من تنظيم المبرانة بص ده كلام ما يخشش على أي حد مفيش واحد حيسمع خبر زي يقولك أصلا السنغال ده تقدمت وانسحبت وكلام منت فكلام ده ما يخشش على حد أي طبخة كانت مضوخة ما فيهاش ما فيهاش أو فيه أخطاء من تحاد القرى للجوات اللي استخبت طبعا وكلمنا عنها مبارح أو فيه أخطاء في تحاد القرى لكن فيه ناس بقى بتلوم عن نادي الأهلي يقولك طبو الأهلي وكان لازم ياخد خطوات وكان لازم ينسحب وكان لازم الكلام من ده أكيد حيبقى فيه رد على الجزء دي في المؤتمر الصحفي برضو لكن الأهلي يا جماعة ما بيخدش قرارات بشكل يعني إيه يعني عايزة حاول أحط المصطلح المظبوط مش بشكل انفعالي مش اللي هو أنا يلا أنا حاخد بقى قرار وأنا متعصب هنسحب طب بعد ما نسحب إيه اللي هيحصل أنا الخاسر الأكبر كنادي كبير سواء على الجانب التصويقي الجانب الفني الجانب الإداري على كل الجوانب كالأهلي هيبقى الخاسر الأكبر في الجزء دي لكن الأهلي بياخد خطوات القانونية اللي مطلوب أنه ياخدها طبيعي مفيش حاجة تانية يقدر يضغط بشكل كبير جدا مش هننسى دور جمهور الأهلي بالمناسبة ها لما طلع هاشتاجات كترند عالمي مش ترند مصري بس ولا حتى أي حاجة لا ترند عالمي دور جمهور الأهلي في التوقيت ده وإزاي نصدر الأزمة للعالم كله فتفاصيل كتير جدا عشان بس برضو احنا ما نتكلمش في حاجات ما نكونش احنا منطين بالحديث عنها طبعا الكابتن محمود الخطيب والإعلان الرسمي للنادي الأهلي النهاردة وده شيء محترم جدا جدا إن يوم السبت جاي بإذن الله ساعة 12 الضهر هتعرفوا كل التفاصيل بمنتهى الدقة من الكابتن محمود الخطيف ومؤتمر صحفي ساعة 12 الضهر يوم السبت فبالتالي دي جزئية مهمة وواحد فعلا سعيد إن دايما إحنا يا جماعة أول بقاولة وإحنا معاكم ويقول لك أصل الأهلي بيطلع بيانات كتير قوي أصل الأهلي بيكلم كتير جدا أصل الأهلي طيما هو يا حبيبي الأهلي بيطلع بيانات ليه ها عشان هو في معرقة أو مش عايز أقول معرقة في أزمة أو في تنازع مع الاتحاد الأفريكي للكرة القدم حضرتكم وأنا حدخل خناءة كمؤسسة كبيرة تمام أو حدخل في مشكلة أو في اختلاف وجهات نظر مع مؤسسة أخرى في الدرة هنقعد نتكلم مع بعض وناخد ندي لا لازم هطلع أقول يا جماعة أنا عملت كذا واحد يا جماعة رقم اثنين أنا عملت كذا رقم ثلاثة أنا عملت كذا يا جماعة أتحضر فيكي ما يردش علي والناس بيتتحدى الأفريكي ما بيردش ده شفنا ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يعني بصراحة الشيء يسكر ودي حاجة يعني لازم ناخد فيها مقارنة برضو ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا ما عجبوش خالص اللي حصل في النهائي التنظيم الفضيحة اللي حصل هناك في باريس وقال لك طلع بيان قوي جدا جدا ريال مدريد بيطلع بيانات أهو مش ناس يقول لك يا صل الأهلي بيطلع بيانات أهو حتى ويكسبان بطفولها يعني واخدين دوري أبطال أوروبا على حساب ليفر بول الأقوى من جهة نظري في توايد ده بس هي ظروف ماتش وفي نفس الوقت بيطلعوا بيان يعني بيبدوا في دئتهم الكبيرة من الوضع اللي حصل في التنظيم إن أزمات الجماهير في الدخول تأجيل المباراة لمدة 36 دقيقة أو 37 دقيقة كمان نعم بل ما ابتدت وكل هذه المشاكل راح يتحدى الأوروب بيعملي بقى قال أنا آسف أنا باعتذر مش عيب لما تغلط اعتذر ونزل طلع بياني مبارح قال لك احنا بنعتذر ما حدث في تنظيم نهائي دور أبطال أوروبا وإن الأشياء دي لن تتكرر بعد كده وبتاع تحترموا خلاص اعتذر تحترموا أكيد حيتفادى الأخطاء دي وأكيد هيعمل حساب والناس هتفضل تتعلم لكي هنا عندنا هنا الاتحاد الأفريكي ما شاء الله لكوة إلا بالله عليه يقول لك إلا تعالي نتكلم كونفرنس طب لين نتكلم كونفرنس ما أتكلمني أنا أتكلم مع الناس تطلع ترد عليه قدام الناس تمام يقول لك لا مش حرد أنا أتحاد الأفريكي أنا جامد قوي مش حرد لا دي سياسة قاطئة وسياسة أكيد هتنتهي داخل الاتحاد الأفريكي لكرة القدم لأن اندلت تدل على إيه تدل أن في شيء ما بيحدث وتوجه ما موجود وفساد مؤكد متفشي داخل الاتحاد الأفريكي لكرة القدم فأي ريت زي ما بنقرن كده الاتحاد الأفريكي قال لك أحام الموران هي ممتش واحد زي أوروبا طب شوف أوروبا الاتحاد الأوروبي عمل إيه اعتذر لما رأي ما دي تطلع بيان إحنا منتظرين منك إنك تطلع بيان برضو شوف اتعلم التنظيم بيحصل زي في أوروبا حتى لو كان فيه أخطاء في الموران الأخيرة بس شوف الجمهور بيتنقل زي من دولة لدول شوف لو على حسب كلام الاتحاد الأفريكي إن المغرب هي اللي تقدمته الملعب هو ده الملعب وإنه حيبقى 50-50 طب شوف 50-50 فعلا في نهاية دور أبطال أوروبا ريال مدريد وبارشلونا جمهور ريال مدريد فعلا اللي كان لابس أبيض واخد نص الملعب وجمهور ليفر بول اللي لابس أحمر واخد نص الملعب التاني فعلا كان 50-50 لكن مش 70-30 أو حتى ما نكملوش 30 لا ومش تخبي مني التذاكر وتصدر لي أزمات قبل المطش وتخلق لي بعض المضايقات المضايقات لمجلس الإدارة ومظهر مؤسف شوفناه مظهر مؤسف من المنظمين شوفناه في اتجاه قوامات كبيرة في النادي الأهلي يا كابتن محمود الخطيب المهندس خالد مرتجي كابتن حسام غالي اللي أستاذ العمري فاروق تمام الأستاذ صريق أنديل كابتن أمير توفيق الأستاذ جمال جبر كل الناس اللي كانت دخلة بعثة الأهلي والبعثة الأعمال للقناة كمان بتاعتهم وهم داخلين الناس بيتخلقوا معاهم الناس بيدايقوهم هل هو ده الصح؟ هل هو ده التنظيم يا تحدي أفريقيا محترب؟ لا طبعا مش هيتكلم في حاجات قديمة لكن إحنا حنستمر في الدفاع عن حقوق النادي وكشف كل الحقاق وهي دي خطوة اللي حيقوم بيها كابتن محمود الخطيب يوم السبت المقبل فمتمنى الاتحاد الأفريقيا يتعلم من الاتحادات الأخرى القرية عشان يحاول ينهض بنفسه لأنه واضح أنه مش هينهض إطلاقا من نفسه طول ما فيه فساد فساد موجود؟ موجود وشفت أن تصرحات فوز الأججع والناس بقى قاعدت تحاول تجمل للتصرحات؟ لا أول راجل بيقول له خلاص زمن ده بيقلل حتى من إنجازات الأندية المصرية والتونسية الأندية المصرية ظلمت كتير جدا على مستوى القرى بسبب التحكيم والفساد لو تفتكروا إيد نرامو مع الأهلي في دورة عبطال أفريقيا قدام التراجي كان الحاكم اسمه لامبتي على ما أعتقده تم شطبه ده كان يساوي فساد تمام؟ منوجهش التعامل لحد بس هو فيه فساد مش منوجه التعامل لحد بعينه بس فيه فساد فوز الأججع ما خدش باله من كل الكلام ده وجايد دلوقتي يتكلم على دلوقتي وقت الأندية المغربية تو هتعمل ايه؟ هتكسب الأندية المغربية بالعافية إذا ما كسبت نهضة بركان كده إذا ما كسبت أو رجحت كافة الوداد مش هيبقى مقبول الكلام ده مش هيحصل مش هيبقى مقبول فدي جزئية مهمة جدا حنتظر طبعا المؤتمر الصح في يوم السابط وإن شاء الله بإذن الله حنتبعه لحظة بلحظة كل وسائل الإعلام في العالم كله هتكون مهتمة جدا جدا بهذا المؤتمر